الأصحاح التاسع ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى وقال لهم لا تحملوا للطريق شيئا لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا ولا يكن لأحد منكم ثوبان وأيا بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان وسمع هيرود سلوالي بكل ما كان يجري فتحير لأن بعض الناس كانوا يقولون يحنى قام من بين الأموات وبعضهم إليا ظهر وآخرين نبي من القدماء قام ولكن هيرودس قال يحنى أنا قفعت رأسه فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار وكان يطلب أن يراه ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدة وعرف الناس فتبعوه فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشف المحتاجين منهم إلى الشفاء وأخذ النهار يميل فدنى إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجدوا لهم طعاما لأننا هنا في مكان مغفر فقال لهم يسوع أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس وكانوا نحو خمسة آلاف رجل فقال لتلاميذه أقعدوهم جماعة جماعة في كل واحدة منها خمسون فأقعدوهم كلهم كما أمرهم فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع فأكلوا كلهم حتى شبعوا ورفع التلاميذ اثنتي عشرة قفة من الكسر التي فضلت وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه فسألهم من أنا في رأي الناس فأجابوا يحن المعمدان وبعضهم يقول إلي وآخرون نبي من القدماء قام فقال لهم يسوع ومن أنا في رأيكم أنتم فأجابه بطرس أنت مسيح الله فأمرهم بشدة أن لا يقولوا ذلك لأحد وقال لتلاميذه يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات وقال للجموع كلهم من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني من أراد أن يخلص حياته يخسرها ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار الحق أقول لكم في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهد ملكوت الله وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ يسوع بطرس ويحنى ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإليا ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أرشليم وغلب النعاس بطرس ورفيقيه ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه وبينما هما يفارقانه قال له بطرس يا معلم ما أجمل أن نكون هنا فلننصب ثلاث مظال واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإليا وكان لا يدرك ما يقول وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة وقال صوت من السحابة هذا هو ابن الذي اخترته فله اسمعوا وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير وصاح رجل من الجمع يا معلم أطلب إليك أن تنظر إلى ابني فهو ولد الأوحد يباغته روح ناجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا فأجاب يسوع يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد إلى متى أبقى معكم وأحتملكم قدم ابنك إلى هنا وبينما الصبي يدن من يسوع سرعه الشيطان وخبطه فانتهر يسوع الروح النجس وشف الصبي وسلمه إلى أبيه فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه اسمعوا أنتم شهدا ما أقوله لكم سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه وتهيبوا أن يسألوه عنه ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم فقال يحنى يا معلم رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا فقال له يسوع لا تمنعوه لأن من لا يكون عليكم فهو معكم ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أرشاليم فأرسل رسلا يتقدمونه فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أرشاليم فلما رأى ذلك تلميذاغ يعقوب ويوحنى قالا يا سيد أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم فالتفت يسوع وانتهرهما فساروا إلى قرية أخرى وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق يا سيد أتبعك أينما تذهب فأجابه يسوع للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأساه وقال يسوع لرجل آخر اتبعني فأجابه الرجل يا سيد دعني أذهب أولا وأدفن أبي فقال له يسوع أترك الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله وقال له آخر أتبعك يا سيد ولكن دعني أولا أودع أهلي فقال له يسوع ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر